موسيقى الله يسعد اواتكم اصدقائي بداية كل عام وأنتم بألفي خير انعاد عليكم بالصحة والعافية بمناسبة عيد الاطحال المبارك موضوعنا اليوم كيف رح نتعلم نلغي قفل بطاقة السين في الكثير من الناس يتفوت جوالاتهم لا يتذكرون رمز البنك بعد ان يشغلوا الجوال وكثير من الناس لعدة شهور بعد سنة يتفوت جوالاتهم لا يتذكرون رمز البنك لبطاقة السين اليوم رح نتعلم كيف رح نوقف هذه الميزة قبل ما نبدأ الفيديو ما تبخلوا علينا باللايك واشتراك في زر الجرس اليوم مباشرة خلينا نبدأ في الفيديو رح نفوت مباشرة على طبط الهاتف رح يفتح معنا هالقايمة ننزل للأسفل نضغط على الحماية والخصوصية رح يفتح معنا هالقايمة رح ننزل الاسفل على اخر الخان نضغط على ضبط اخر للحماية هون بعد ما ضغطنا عليه رح يفتح معنا هالقايمة رح نضغط على اعدادات قفل بطاقة السين هلا هون رح نوقف هالميزة بصير بعود اطفي جوالي ما عد يطلب مني رمز البينج لبطاقة السين نضغط هون هلا هون هاي شغالة هاي الأزرق شغال انا هلا رح وقف هالميزة رح اطفية هون بصير بيطلب مني رمز البينج لمرة واحدة بس بعد اطفي جوالي ارجع اشغاله ما عد يطلب مني رمز البينج رح ادخل رمز البينج هون بعد ما دخلنا رمز البينج بعمله موافق خالص هلا هون ما عد يطلب مني رمز البينج اذا عجبتكم الفيديو ما تلنسونا باللايك واشتراك الى اللقاء